معدنا مع أغلفة الصحف العالمية والبداية من أسبانيا من أس أس أكيد هتتكلم على عودة لويس إنريكي من جديد وهتتكلم أيضا عن مشوار أريال وأباشتونة في الدوري وصحيفة أس بتتكلم على تحقيق منتخب أسبانيا لقبه السادس في كأس ديفيس لكورة التنس بعدما قادوا الأسطورة رفائيل نادال المصنف الأول العالمي للفوز على حساب منتخب كندا بنتيجة 2-0 في نهاية النسخة الأولى من شكلها الجديد وكلنا شفنا طبعا أن بيكي وشاكيرا كانوا حارسين على حضور كأس ديفيس نروح لإنجلترا ومن ميرور عشان نشوف الأحداث في إنجلترا ماشية بشكل عامل إزاي ميرور طبعا هتمت الصحيفة البريطانية بيتعادل منشستر ضد شيفة اليونيتد في إطار الجولة رقم 13 في البريمير ليج والعنوان اللي موجوده قدام حضرتكم غضب سولتشاير يسداد سولتشاير غاضب من العرض السيء في الشوت الأول ويريد تغيير الفريق بالكامل هل سولشارة يقدر يمشي كلامه على الإدارة ولا إدارة منشستر تبقى هي الأقوة يتمشي كلامها في ظل التخبط الموجود في المستوى الفني لنادي منشستر يونيتد إيطاليا هنشوف لجهزة ديل سبورت كتبة إيه لجهزة ديل سبورت كتبة على رقب ترونالدو نجمو ليوفنتس في العودة لتشكيل الفريق للمباراة المقبلة أمام أتلاتكم مادريد بجانب طبعا معاية انتر من كثرة الإصابات وأيضا الصحيفة كتبة بالعنوان الكبير انتر على النقالة نقلت الإصابات ووصفت المديرة الفني كونتي بالطبيب فيه طبعا إشارة أنه بيعاني من كثرة الإصابات زي ما حضراتكم شايفين من لبسين كونتي البلط الأبيض وعليه شعار انتر وأنه هو اللي بيسابق الزمن وبيحاول أنه هو يصلح الأمور من ناحية الإصابات علشان يلحق في الدوري ويلحق في بطولة أوروبا يرجع بشكل أقوى